دعم لمشروع التنمية الاقتصادية التي تعتبر من أولويات الحكومة الانتقالية فقد نظمت رئاسة الوزراء برنامجاً خاصاً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تشمل الاقتصاد الوطني في البلاد تم حورة حول سبل تعزيز الخطة الوطنية لمشروع التنمية الاقتصادية 2022 و2026 وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي محمد حامد كوة شكر الحضورة وثمن جهود المنظمين لإطلاق المشروع التنموي موضحاً بأن وزارته أبرمت اتفاقيات العديد مع شركائها في مختلف المشاريع التنموية مناشداً الوزير المهندسين والفنيين بمطابعة الخطة التي وضعتها على حكومة لتحسين ظروف الحياة الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي رئيس الحكومة الانتقالية باهيمة باتاكي البر أوضح بأن مشروع التنمية الاقتصادية جاءت خطته منذ حياة مشير شاد الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو وأن الحكومة الانتقالية تنفس هذا المشروع التنموي الذي سيتم تميله من قبل شركاء التنمية بالتعاون مع فنهي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأن إطلاق المشروع حضره بعد من صفراء الدول المعتمدين بالبلاد السادة والسيدات الضيوف الكرام يتم هذا منذ عام 2021 لكنه تأخر بسبب حالات طوارئ المرتبطة بكوفيد تسعة عشر وكذلك الوفاء المأساوي لمشير شاد إدريس ديبي إتنو الراحل رحمه الله وعلى الرغم من الصعوبات المرتبطة بالبيئة غير المواتية لحصن الهظ وصلت السفينة الشادية المضيق قدما نحو الاتجاه الصحيح الذي هددته لنفسها لعدة سنوات ولم يكن هذا العمل الفذ ممكنا إلا بفضل الرؤية الطموحة للشاد وهي رؤية عشرين ثلاثين شاد التي نريد في نهاية فترة تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاولى 2017-2021 والتي اكتملت بالتقييم النهائي تمت صياغة توصيات تهدف إلى تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف وألاحظ بارتياح هنا أن سنوات التنفيذ الخمسة مشجعة بل ومرضية في عدة قطاعات وأن نقطة الضعف الملحوظة في هذا التنفيذ هو القطاع الخاص الذي لم يكن قادرا على تعبئة الموارد المتوقعة بسبب نقص البيانات ذات الصلة القادرة على دفع العمل وهذا هو الضعف الذي سيتعين على البرنامج الوطني للتنمية الجديد التغلب عليه من خلال برمجة دراسات الجدوى من أجل الحصول على عناصر ملموسة للتدخل أسهدت وسيدات الضيوف الكرام إن هذا التقدم يستحق الترهيب والاستمرار والتعزيز لأنه يجب علينا أيضا إجراء تحليل لا هواد فيه للصعوبات التي أخرتنا أتعهد هنا أمامكم بدعم التآذر الذي سيجعل من الممكن مواجهة التحديات الرئيسية المحددة ولسيما تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وأيضا الاستقرار المؤسسي في الإدارة العامة ومكافحة الفساد والاحتيال والتهريب وأيضا التهرب الضريبي وتحسين الأعمال المناخية ودعم الفاعلين الاقتصادين في تطوير المشاريع القابلة للتمويل والتداخل بين القطاعات وبين بعض الإدارات الرئيسية وما إلى ذلك وأقدرم أيضا هذه الفرصة لإصدار تعليمات قلية الوزرات المختلفة المعنية بذلك لتزويد خطط عملها بتطوير خطط التنمية لقطاعاتها من أجل السماح برصد وتقييم أفضل حيث تم وضع جميع الجوانب المؤسسية وكذلك الفرق الفنية المخصصة وتبقى الأبعاد المالية لتنفيذ خريطة الطريق وهنا أطلب من الوزير المالي والميزاني دراسة الطلبات من فرق التطوير بجدية للتحرك إلى الأمام بسرعة وأقدرم هذه الفرصة أيضا لأشكور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي لم ينتظر هذا الحفل لتقديم مساحمته من خلال تزويد الفرق الفني الفريق الفني بمستشارين محليين ودولين كما أتوجه أيضا بالشكر للمصرف العبادية الذي وافق على تمويل خارطة طريق طريق أيضا لقد سمعت أن الأديد من الشركاء تقدموا لدعم شاهد البرنامج الجديد ولا يسعوني إلا أن ابتهج مقدما وأشكورهم منذ البداية ترجمة نانسي قنقر